اشتركوا في القناة عدد حروف كل اسم منشوفها مختلفة من شخص لشخص في ناس عدد حروفهم مثل اسمي مثلا سبع حروف الاخت رندا عدد حروفها أربعة كل حرف له عدد مثلا العدد التالت العدد الرابع له عالم خاص عوالمك على عدد حروف اسمك وبالتالي عوالمك محصورة بعدد ما مثلا اسمي هنبال سبع حروف معناته أنا عندي سبع عوالم معناته أنا أتفاعل بشكل أعظمي أو المحتوى الذاتي النفسي والروحي تبعي مقولب كونيا وخلقيا بالعدد السبعة. كذلك اللي اسمه عدد أربعة بتل اسمك. كمان بيكون كل كيانك النفسي الروحي الميتافيزيقي أو المورائي خلينا نقول. كلاته بيكون مقولة ضمن العدد أربعة. وهكذا كل شخص على حسب عوالمه. طبعا كل ما كان الاسم أصغر كل ما بيكون عوالمه أقل. يعني الاسم اللي عدده أكتر بيكون أكثر خصوبي. طيب. هلأ بنتبق هذا على كل شخص عنده أربع أحرف باسمه. يعني مثلا أنا اسمي رندا وممكن تكون في رندا تاني أو مثلا شخص تاني من أربع أحرف اسمه. هل بنتبق الخصائص نفسها على شخصيته هذا الشخص نفسه على بنتبق عليه بنتبق عليه ولا كيف؟ نعم. هلأ فيه شغلة هامة بكل كائن حي. له ميزات خاصة وميزات عامة. هلأ ميزات العدد وميزات الحرف تدخل في الخصائص العامة وليس في الخصائص الخاصة. يعني مثلا في عنا تنتين رندا في العالم. اثنيناتهم بتشاركوا بالعدد أربعة وبخصائص العدد أربعة. اثنيناتهم بتشاركوا بالراء في أول كلمة والهاء بآخر كلمة. ولكن أكيد الرندا هاي غير الرندا هاي. بيلعب بالموضوع نفسيا الثقافة. البيئة. درجة خلينا نسميها المستوى الأخلاقي للشخص. يعني كل ما كان مستوى الأخلاقي أعلى كل ما بياخد من حروفه وأعداده قيمة أكبر من خواصه النورانية. لأن الأعداد نورانية والحروف نورانية. طب كيف يك إذن العدد بيدل على شخصية الشخص أو عدد اسم النفس الأحرف بيدل على شخصية الفرد. الفكرة الأساسية أنه عالم الحروف لعالم الأمر الإلهي. يعني كن فيكون. عالم الأعداد هو لعالم الخلق. فكل المخلوقات مصاغة بأرقام من واحد لتسعة في الأحد. ونتاج هذه الأحد للعشرات والمئات والألوف. فكل التصنيفات الكونية مصنفة من هذه الأرقام. يعني مثلا أنت بتشوفي بناية كبيرة. مهما تعددت أرقامها بتلاقي حالك عبد حوصي وتلفي وتدوري وين. بس من الواحد للتسعة. حتى العشرة مركب واحد وصفر. اتناعش. اتنين وواحد. فكل الكون مقولة ضمن هذه منسميها بالعلم الزمر التسعة. منسميها الزمر التسعة. في إلى جانب نفسي منسميها الزمر النفسية التسعة. جانب الروحي منسميها الزمر الروحية التسعة. الجانب مثلا الأخلاقي منسميها الزمر الأخلاقي التسعة. وهكذا. ولكن الكل ناتج عن هذه التسعة التي هي بنية وأساسية الوجود في هذا الوجود. إذن العدد أكيد مهم جدا في حياتنا. ويأثر تأثير أكيد واضح في حياتنا. صحيح دكتور؟. بالنسبة لأهمية العدد. العدد مهم جدا 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 لأبعد حدود. لدرجة أنه نحن في عوالمنا في الشرط الأوسط بشكل عام. مغيبين قصرا عن هذا النوع من العلوم. لاحظي الهندسة أي بناء هندسي ما بيزبط بلا عدد. تفصيل علم الأزياء ما بتحسني تفصلي أنت زي معين بدون حسابات رقمية. ما بتحسني تفوتي مثلا على تدريس إلا لتحطي يونيت وانتو ثري فور وهكذا. رقم التليفون ما بيزبط بلا عدد. إذا بتنتبهي لعالم العدد بتلاقي أنه موجود بكل حياتنا. ولا شك أنه شيء موجود بكل حياتنا. لا شك أنه هو الأهم في كل حياتنا. فأنا بقول أنه عالم العدد وعالم الحرف هما الأهم في عالمنا الذين عيشوا. دكتور في عم نستقبل بعض الاستفسارات عبر الفيسبوك فمنهم الدكتور الليواء عم بيسأل بقولك أنه العدد سبعة هو عدد الكمال. بنرجع للعدد سبعة كنت حكيت فيه شوي. فالسماوات السبع والألوان السبع والنغمات الموسيقية الأساسية السبع. يعني شو الرقم سبعة إيش بيدل تحديدا. وسائل كمان بقولك العدد تسعة. أنه العدد التسعة هو منتهى العدد من حيث أنه يزيد على الكمال. بمعنى آخر لما كان العدد سبعة هو عدد الكمال كيف يزيد عليه العدد التسعة؟ آه أيوة حلو سؤالك دكتور لواء. شوف دكتور لواء ركز معي سؤالك بده دقيقتين ونصف. كتير مهم وحلو جدا لكل المشاهدين. شوفوا يا سيدي. أنت سؤالك بالضبط أنه العدد سبعة يدل على الكمال. ليش ما كان العدد التسعة هو الذي يدل على الكمال؟ مع أنه فوق السبعة بمرتبتين. الجواب ما يلي. أنت إذا أخذت الرقم سبعة أخذت الرقم اللي قبله ولي بعده رح تلاقي يقبله في ستة وبعده في تماني. ستة وثماني صاروا قديش؟ أربط عشر. الأربط عشر رقم الأربط عشر هو رقم اسم الله الواجد الذي يوجد به كل الكائنات. فكل الكائنات موجودة باسم بسم الله الواجد. هذا الواجد رقم وقديش؟ أربط عشر. الوهاب أيضا من الأسماء الحسنة رقمه أربط عشر. لذلك تضمن هذا الإيجاد وهذا الوهب تضمن هذا العدد سبعة فكان هو الأكمل وهو رمز الكمال في العالم. فبتلاقي كل الوجود مبني على السبعة. سبع ألوان ألوان الطيف طبعا سبع سماوات سبع أراضين حتى النغمات الموسيقية دوري ميفا سولا سي سبعة في المسبعات الكونية هائلة جدا جدا أكثر من أنه نحصرها في عدد. أما بالنسبة ليش مو أنه الرقم تسعة هو الأعلى لأنه الرقم تسعة هو رقم الحياة. لاحظ قبله في رقم ثمانية وبعده في رقم عشرة. مجموع الضعون الثمنطعش يلي هو ضعف الرقم تسعة. الثمنطعش في العلوم الإلهية أو في اللاهوت أو في علم التوحيد الإسلامي. بتلاقي رقم اسم الله الحي. الحاة الثمانية والياع عشرة صاروا ثمنطعش. فالتسعة رقم الحياة. كأنه عبيلنا الله سبحانه وتعالى رسالة أنك أنت كمخلوق مجرد أنه صرت حي في هذا العالم فأنت مررت على الكمال والكمال هو صفتك. فبحث عن الكمال وكمل نفسك. الكمال الإنساني طبعا. في شغلة هامة عندك أرجو أنك يعني تخلص منها. على ما يبدو زهنيا حاطت أنت الكمال مرافق مع الزيادة والعلوم. يعني توهم لك أنه الرقم تسعة أعلى معناته لازم يكون الكمال عنده. لا. مو دائما العلوة الزيادة مترافقة مع الخصائص. يعني الواحد أكمل من السبعة حتى. ولكن لا يدل على الكمال كما يدل عليه رقم السبعة. لأنه الكمال الوجودي في الرقم سبعة. ما بظن هيك لخص طلق. وهذا مو كل شيء ولكن بما يمليه الوقت ووارد الوقت. دكتور عم تجينا كثير استفسارات عن أسماء. يعني بس إحنا يمكن ما وضحنا إنه إحنا بدنا الأحرف نفس أحرف الاسم. قديش عددها. عدد أحرف الاسم. إحنا بالعداد نقدر نفسر. لأنه إحنا اليوم حلقتنا عن الأعداد مش عن الأسماء. فياريت تأكدوا فكرة إنه عدد الاسم نفسه. ففي كثير أشخاص الأسماء تبعتهم عددها من خمسة. فخلينا نحكي عن العدد خمسة. لأنه بالفعل يمكن أكتر الأشخاص أسماءهم عددها خمسة. عدد الأحرف تبعتها. فيه شغلة هامة كثير في علوم التوحيد الإلهي في علم الأسماء الحسنى. أنه الأسماء الحسنى أغلبها أو يعني فقط اسم الله الحق واسم الله الحي. هنا من حرفين. في أسماء تانية من حرفين. بس كل الأسماء هي من الزمرة تبعها العدد أربعة. وزمرة العدد خمسة وستة. فأكثر الأسماء في هذا العالم إنما تستقي من العدد خمسة. لأنه العدد الخمسة هو بحد ذاته كشكل له دائرية خاصة. فهو يرسام بالنسبة لعالم الأشكال دائرة. وفي عالم الحروف يرسام هاء. في عالم الأعداد نفسه الهاء. نفس الدائرة في علم الشكل اسمها خمسة. فهي بوجودها الذاتي بدون اعتبارات هي نفس الشكل. نفس العدد نفس الحرف. احنا رح نعرف دكتور إيش بتاني. بس خلينا ناخد هذا الاتصال. عم بستنوا مع نا كلثوم. كلثوم صباح الخير. صباح النور يا هلا. يا هلا. معنش في الله بدي أسأل أنا رقع اسمي خمس حروف. عم نحكي عن رقم خمسة. معنش في الله كمان بدي أسأل عم اسمها بناتي. كمان بدي أحراف رماض خمسة. اوكي شكرا جزيلا إليك يا كلثوم. نرجع للرقم خمسة. نرجع للرقم خمسة حلو انه اسمك رقم خمسة. بس مثلا بتلقسم اخت كلثوم الكاف واللام بأوله بتعطي استغرانك للكليات. يعني هذه المرأة بتحب يعني لما بدأت تخبريها خبر مو حلو انه تفصل له كتير كتير كتير. تتعطيها ملخص. فوراً عطيها ملخص. دائماً بتحب الاستغراق في الكليات. دائماً الرقم خمسة بيحب انه يحفظ نفسه وبيحب يحفظ غيره. لذلك هدول اصحاب الارقام الخمسة او العدد خمسة ان كان زمرتهم خمسة او كان حروف اسماؤن خمسة كلاتهم بيحبوا انه يكونوا ناس ابويين يعني عاطفتهم دائماً لازم تكون شام للكل. لازم تكون عاطفتهم غامرة للكل. لازم يكون شعورهم يعني في لم الأسرة بيكونوا كتير كتير ناشطين في هذا المجال. بيكون عندهم محبة للتخنيسات كلها في هذا الوجود. بشكل عام كل واحد رقمه او عدد اسمه خمسة او هو زمرته النفسية او الروحية خمسة فهو شخص له ارتباط كبير بعالم اسم الله الحفيظ ويحب الحفظ الكوني والاشياء الكونية التي يحب ان يحفظها. يعني لا 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 تستغربي شخص رجل من اصحاب العدد خمسة يكون عنده مثلاً سقيفة او كراج مليان مليان خرداوات قديمة محتفظ فيها من عشرين سنة. يعني انت قصدت بزمرته خمسة يعني شخص بحب هذا الرقم او انه مثلاً يتفائل في هذا الرقم دائماً رقم خمسة بالنسبة له بيعينولوشي. ليس فقط يتفائل بش. بغض النظر او زمرته خمسة. هو مبني على يعني خلينا نقول الكود تبعه خمسة. في عالم الخلق مفتاح وخمسة. يعني في حلقات قادمة ان شاء الله بركة الحلقة القادمة ان شاء الله. من خصص الحلقة للعدد خمسة. بشرح لكم يعني انه يكون كودك رقم وخمسة او كودك اربعة او زمرتك سبعة. فيها مواصفات نفسية هائلة. حالو. طيب خلينا ناخد هذا الاتصال معنا هبا هبا. هلا صباح الخير. هلا صباح الخير. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. احابة اصبح عليكم. صباحك. الله يخضلي. ممكن انا بدي استفسر. انا اسمي هبا. وبعرفش اذا فيه دخل في عيد الميلاد. يعني انا بالنسبة ثلاثة وعشرين تسعة. خمسة وثمانين. ما بعرف الا اذا معنا يعني رقم اسمي ثلاثة وعيد ميلادي ثلاثة وفيه تسعة كمان. فبدي استفسر عن هذا الاشي اذا فيه مزاد. اوكي يا هبا. شكرا للك. نعم. هلا بالنسبة لها هي يعني كنا فهمت منها انه الى ارتباط بالرقم تسعة ما. بتقولك بارتبط برقم تسعة يعني انه هي اسمها من ثلاثة احرف. رقم ثلاثة. وهي كمان من موليد يعني مرتبط من موليدها برقم ثلاثة. وفيه رقم تسعة. هل هذا له علاقة؟ نعم. اخي تهيبا. بالنسبة لعلم الحروف والاعداد. اسمك يعتبر من جمرة المرآت. نسميه اسم مرآت. بتل اسم هالة. يعني اول حرفين بهالة. هن مرآة لاخر حرفين. اللي هي لا متأ في هالة. اسمك هيبا كمان الباق في النونتصف. وهاء على يمينه وهاء على شماله. طبعا هذا النوع من الاسماء بيكون بسيط. انتي امرأة بسيطة جدا جدا. له علاقة تماما بالتثليس. برقم ثلاثة. وطبيعي انه يكون اليك تعلق بمضاعفات هذا العدد وخصوصا الرقم تسعة. ممكن كمان يكون اليك تعلق بمضاعفاته بالتناعش بالخمسة عش. لانه دائما يلي اسماء مرآت. دائما بيحب يضاعف طاقته. لانه بيشعر انه ضاقته يعني مو ضعيفة. ولكن بحسها محصورة. وبحس انه عنده طاقة فياضة كبرى كبرى. لكن عوالمه القليلة بتخليه حس انه مضغوط. ودائما في عنده طاقة ابدأ يفجرها. دائما بده مساحة اكبر من الانفعال. مساحة اكبر من التقدير. مساحة اكبر من الانجاز. فشي طبيعي هذا انه يكون اليك علاقة مع الثلاثة او مضاعفاتها الرقم تسعة. والرقم تسعة هو رقم زمرة الروحية. والهاء في اول الكلمة. وباخر الكلمة عندك ايضا حرف روحاني. اخر حرف من اسم الجلال الله. يعني دكتور انت فيك تعرف اذا كان يعني شخص عم يعرف عليك. بقول انه اسمه مثلا نقول محمد. ماشي. من اول حرف من اسمه. مع اذا عرفت انه مثلا رقمه من نقول اربعة. لانه محمد الاسم بتكون من اربعة احرف. بتقدر يعني تعرف هذا الشخص شو بيعني او هذا الشخص قدامك. مبدئيا شو كيف تتعامل معه. نعم يا سيدتي. نحن الان في عمان. في مركز اكاديمية روح العالم الثقافي. ندرس دورات تخصصية ومرخصة من الوزارة التربية والتعليم. في هذه العلوم. لدرجة مو انه بس بتعرفي شو اوصافه. يعني مجرد تعطيني اسمي كرندا. بعرف تماما كل ابعادك النفسية والروحية. عقدك الذاتية. شلون بتفكري. شلون بتحكي. شلون بدك تتفاعلي مع الاخرين. طريقة سلوكك النفسية. اندفاعك نحو الاسرة. نجاحاتك في العمل. شلون لازم تتعاملي مع الموظفين. ابعاد لا نهائية من المعرفة. باختصار شديد بحسين قول انه الاسم حروف وارقام او حروف واعداد. هو عبارة عن الكود الكوني. في كل شيء فيك. يعني هو مو بس عينة منك. هو عنوانك. شلون بيقولوا مثلا المكتوب مبين من عنوانه. انت من اسمك بتكون مبين. بكل ابعادك. هي عبارة عن فعلا دراسات وليست خوزع بلات زي ما بقول لك احمد السامي. فينا اتصال من سوها صباح الخير سوها. صباح الخير رندا. ياهل اهلين. دكتور بس كنت أسأل بخصوص اسمي سوها. هلأ انتم يعني بتاخدوا انه أحرف. ولا انه في الطريقة الثانية اللي بيجمعوا. اللي هي تبعت ابجة تهوز. اللي هي فيه احرف تحفيها فيه ارقام بيجمعوهم. دستي اعرف. نعم. شكرا. شكرا كتير. شكرا سو. حلو هذا السؤال. سؤالك جميل جدا. علوم الاعداد وعلوم الحروف هي علوم اسمها علم. وليست عبارة عن توقعات وتنبؤات. او هي عبارة عن سحر وشعوزة وخزعبلات. لا. هي علوم حقيقية تدرس لها علمائها. لها معاهدها اليوم في اوروبا وفي العالم المتقدم. والحمد لله حتى في الشرق الاوسط صار في عنا معاهد وجامعات تدرس هذا النوع من العلوم منها معاهدنا واكاديميتنا. ولكن اريد انا اقول لك شيء. هناك فعلا حساب اسمه حساب الجمل هذا اللي تفضلتي فيه اختصها. ولكن ليس هذا هو الحساب الوحيد للحروف والاعداد والارقام. لذلك اقول لكي. هناك عشرات من الطرق الحسابية التي ممكن نحسب فيها الاسماء والاعداد. يعني بجوز المشهور اكتر في كتب البسطاتة دولة اللي فيهم زعبلات وزعبارات كثير. حساب ابجد هوز حطي انكلمون. هذا الحساب يعني له تطبيقات بسيطة فيه. والعياذ بالله يعني عزرا للكلمة. للدخول الى عالم الجن وما شابه. هذا عالم لاحنا ما منفضل نفوت فيه. وبننصح ما حدا يفوت فيه. ولكن هذا لا يعني ان الحرف القرآني والعدد القرآني له نورانية خاصة وله حساباته الخاصة. البعيدة تماما كل البعد عن الشيء اللي تفضلنا فيه. لذلك بقول لك ما يلي. نعم هناك علم اعداد وقيم حسابية للحروف بحساب ابجد هوز. ولكن هذا ما منشتغل فيه لحنا. ومو شغلنا. هذا اللي بيفتحوا مندى اللي بسموا عنهم بالاردن ممكن فتاح وهيك شغلات. هذا بيشتغلوا فيه هدول الناس بشأن يسخروا قرين وجنوا عفريد والاستاذ كلا. نحنا ما منشتغل بهذا الشغل. نحنا عنا حسابات رياضية مثل اي مهندس. مثل اي عالم رياضيات. مثل اي استاذ بيشتغل بالفيزياء والكيميا وهكذا. طيب خلينا نعرف اسم نادر عمالهم بيسألونا اسم نادر شو بيعني. هو من اربع احرف. نعم. وحرف النون بيبلش فيه. يعني ياريت تحكي لنا توضحنا شو. والله انا جاي على بالي ما قلون عليه لسبب. ليش. انه اللي احنا حلقتنا بعلم الاعداد عبينقلونا بطل. للأسماء. اجباري الى عالم الاسماء. بس يعني ما منكسفون وراح نجاوبون. نادر اسمه نادر. لازم يكون فيه شخصيته شيء من الندرة. هذا الزلمة عزران. عزران لا يزعل مني. بيحكي سلبية على الهواء مباشرة. هذا الزلم ينقق. يعني ينقق كثير. بده يدير باله ما يزعج الآخرين اللي حوله. يخفف شوي ينقق. هذا الزلمة حريك جيد. عنده اشراق في داخله. بيحب الظهور. فلذلك لازم ينتبه على اسمه اذا كان ظاهر ايجابيا او سلبيا. اقوى الشي بيشتغل معه بعوالمة الروحية اسم الله الناصر. يعني له فعالية كبيرة بحياته. حالو. بيقول لك في واحد عم بيبعتلنا دكتور بيقول لك انه انت بس الحلقة الماضية حكيت انه العدد 13 بيشير الى الوحدية. فماذا يعني العدد واحد؟ نعم. آه حلو هذا السؤال. هذا السؤال كثير كثير جميل. عم بيقول انه الحلقة الماضية حكيت انه 13 بيشير الى الوحدية. لا انا دقيق. وقلت بالحلقة الماضية يشير الى الاحادية. هناك فرق بين الاحادية وبين الواحدية وبين الوحدانية وبين الواحد. فهناك فرق. الواحد هو لعالم الرقم او العدد واحد. بينما الاحادية للعدد 13. وهناك فرق بين الاحادية والواحدية. الفردانية الفرد غير الواحد وغير الاحادية هو للعدد 3. فكل الاشخاص اللي اعدادهم 3 بيكونوا فردانيين. اللي اعدادهم واحد بيكونوا وحدانيين. اللي اعدادهم 13 بيكونوا احديين. اللي اعدادهم 9 بيكونوا وحدانيين. ان شاء الله بحلقاتنا القادمة باذن الله تعالى. لما بننوقف عن كل عدد من الاعداد. رح قلكن شو معنات هي وشو معنات هي وشو معنات هي بالتفصيل. ان شاء الله تعالى. طب احنا يعني كان بودنا نكمل معك اكتر دكتور بس وقت الفقرة انتهى. زي ما قلنا يمكن للسادة المشاهدين الحلقة الجاي يوم الثلاثة القادم. رح نحكي عن العدد خمسة. رح نخصصها للعدد خمسة. كل شي في اسئلة عنكن عن العدد خمسة. بعطونا على الفيسبوك. ان شاء الله على دنيا يا دنيا ومجاوبكم عليها الثلاثة القادم. بالضبط. ان شاء الله. شكرا للك الدكتور هاني بالحرب. اهلا وسهلا فيك شرفتنا في دنيا يا دنيا. اهلا وسهلا. اهلا فيك. شكرا لجميع. اهلا. وبذكر في مسابقة تاعت العيد الام. اكيد بامكانكم مشاركتنا عبر الاس ام اس على الرقم اربعة وتسعين سفر اربعة وتسعين من جميع شبكات الاتصال. تقدروا تبعتونا الاجابة اما واحد او اثنين او ثلاثة. السؤال هو كم مشاهد اردني بتابع رؤيا شهريا. هل نصف مليون ام مليون ام مليون ونصف. وطبعا الجائزة عبارة عن خاتم الماس بقيمة ثلاثمية وثمانين دينار. مقدمة من مجوهرات امسي. فاصل قصير ومتابعا من بعدها اكيد فقر الدنيا لدنيا. لا تروحوا لبعيد.